أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي مجدداً في هذا الفيديو هنا دائماً معكم أحمد ناصر من Encarmy.com في هذا الفيديو سنقوم بعمل برنامج تفاعلي وذلك بإضافة خاصية النقر عبر الأزرار وتغيير باستخدام الأزرار والتفاعل الخاص بالأزرار الآن عند تشغيل Xcode ستلاحظ لدينا Print Statement كتبناه في الفيديو السابق لذهب إلى المين هنا تجد أن لدينا في هذا المثال أغلق بعض الأمور هنا لتسهيل الحياة علينا وعليكم ستجد أن لدينا هنا View وداخل View لدينا Label وفي داخل هذا Label لدينا هنا Button الذي سأقوم به الآن هو بساطة جداً عندما أريد العمل الآتي عند الضغط على الزر هذا أريد أن أكون بتغيير النص الخاص بأنكاريمي داكام لعمل ذلك تحتاج لربط هذا المكون ونقصد بهذا المكون أي Label وهو عبارة عن View نحتاج لربطه مع الكود أو السكريبت الخاص بالView لعمل ذلك تحتاج لتنفيذ ثلاثة خطوات وهي الخطوات الثلاثة بداية تحتاج لاختيار المين ثم تذهب إلى الـ الموجود هنا في الشاشة وبعد الضغط على Assistant Editor ستلاحظ أن الشاشة قرسمت إلى نصفين يوجد عندنا النصف الموجود هنا على اليسار وهنا على اليمين ما الذي سأقوم به ببساطة جداً سأختار View الموجود هنا وأقوم بإغلاق النافذة على اليسار ومن ثم سأقوم بفتح نافذة الخيارات الخاصة بال View Controller الآن على سبيل الموجود إذا اخترت أي من الـ Views على سبيل الموجود سأخذ لك محدد اخترت الـ Label سأخذ لك محدد لكي نربط بين View وبين الـ Code تحتاج لعمل شيء يسمى وما الذي نقصد به الـ Outlet هي عبارة عن طريقة قدمت في الـ Xcode لربط بين الـ UI View وبين السكريبت الخاص بك يعني عشان تقدر تعدل على أي من العناصر موجودة في داخل View في داخل السكريبت تحتاج لعمل Outlet لعمل Outlet نكون بتحديد العنصر الذي نريد عمل Outlet له على سم المثال أريد عمل Outlet لنكالمي.com انكالمي.com هي عبارة عن Label ولعمل Outlet تحتاج لاختيار ومن ثم تضغط على مفتاح Command على كيبورد طبعا إذا أردت عمل أكثر من Outlet بنفس الوقت تختار أكثر من العنصر لكن بالعادة عند العمل في Outlet نختار كل عنصر على حدة فتختار العناصر التي تريدها على سم المثال الأنكاديمي ثم أضغط على مفتاح Control على الكيبورد Control على الكيبورد وأكون بعملية السحب الآخر عندما أسحب هنا عندما أكون بعملية السحب يوجد عندي زي خط أزرق هذا الخط الأزرق وهو الخط الذي يعمل Outlet فأنا نعمل Outlet داخل السكريبت فبدأك تأكد تماما أنك فاتح هنا View Controller OK تأكد الفايل اسمه View Controller and here نفتحه على View الخاص ب Storyboard بعدها أختار العنصر و أعمل Control و أعمل Drag Drop في مكان بعد الدقوس هنا طبعا هيك نعمل Outlet أعطيني أعطيني أن تعمل Outlet ما هو Object الذي لم يكن بالنسبة لولا الذي قلناه View Controller وهو الكلاز. وهنا يحدث لجهو الذي قاله usa iphonide يحضر. المحتملة لا ن品ديه shid offices takes onDS names وهو اسم الـ object وAs lobster الذي نحن يقوم بالتحكم به. طبعا نحن هنا ليração سوى sabii level 10 بوصول ل significره. طبعا لما تستطيع التجربة جدا ولكن تبدأ هذا السكريبت اسمه هذا اللاين الجديد اسمه اي بي اوتلت اسمه من نوع طبعا نشوف ايش معنى هاي بالتفصيل لكن حاليا احنا هيك عملنا ممكن تغير هذا اللابل في اثناء يعني تلاحظ هون التكست عندي ممكن انا اول ما اشغل زي ما شفنا في النثال السابق اروح ننفذ جملة لكن انا ممكن هون اعجي اغير لك التكست الخاص ب انكاديمي دات كوم مثلا هون اجي احكي لك اه لابل وان دات تكست يساوي مثلا اه بيزا شوب بهذا الشكل فهلا ايش معنى هيا ايش معنى هيا معنى ان اروح على اللابل وان اروح على التكست الخاص بلابل وان اغير لي التكست الخاص بلابل وان لبيزا شوب يعني بدلا ما هي انكاديمي دات كوم راح تصير كميتها ببيزا شوب طبعا هاي وين راح التغيير تم فقط اثناء عملية يعني اول ما يلود راح ننفذ هذه الجملة فهلا تروح هون بتعمل بلاي هاي السيميليتر اكي بطلع على تشتغل هلا اول ما يشتغل تلاحظ انه راح يطبع لي جملة بيزا شوب زي ما شايفين بيزا شوب هون كيف عن طريق زي ما شفنا ففي داخلها احنا غيرنا كيمة التكست هلا وجدت حكيت لك اوكي انا بدي اكبس على البتن الموجود هون وغير اه القيمة يعني بديش اغير القيمة هون او بدي اغير القيمة فقط اثناء عملية ان انقر على الزر الخاص ب احنا مسمينا هون اعملية change text راح اقوم بعملية تغيير النص الموجود عندي هون كيف نعملها بنفس الطريقة نختار البتن بعدين تكبس control على الكيبورد تختار يعني ممكن تحط فوق ممكن تحط تحت يعني الترتيب مش مهم كثير فاحنا راح نحط تحت الاوتلت الاول اوكي هون بيحكي لي ايش النوع الخاص بالاوتلت ايش ال connection هل بدك outlet هل بدك collection هل بدك action حاليا احنا راح نعمل اكشن ليش نعمل اكشن لان انا بدي اكبس على الزر بدي انفذ اشي معين اوكي يعني بدي اعمل زي event محدد او حدث محدد لما اكبس على الزر فانا ما ما اختار outlet باختار اكشن اوكي او بدك سمي اه على سمي مثال ممكن تسمي اه change text اوكي ال type راح يكون any object هون في عنا touch up inside طبعا في عنا عدة events موجودة في شغلات متقدمة جدا في شغلات بسيطة يعني مثلا ممكن لما تكبس على الزر تكون ايدك up inside في مثلا drag exit في drag enter احنا بالعادة يعني في في 95% من الحالات نختار ها touch up inside ان هو زي on click يعني اه في عنا ال argument راح خليه مثل ما هي ورح نعمل connect اللي بعد ما تعمل connect راح هو يكون با اه اضافة اه action اي بي اكشن ال اي بي اكشن اه راح نعمل function فانكشن ال اسمه change change text طبعا هنا في عنا underscore sender any object طبعا هاي الاشي الجديد في اه ال Swift 3 اه راح نشوف نتحدث فيها با راح نتحدث عن ال naming convention جديد في Swift 3 طبعا هاي في عنا هون صار underscore هاي اشي جديد في ال Swift 3 راح نحكي فيها في الاقسام القادمة الدورة لكن اللي بهمنا ان احنا هون نكتب script الخاص فينا يعني هون مثلا ممكن اجي حكي له write your code طبعا هاي comment زي ما شفنا ممكن تيجي تطبع له اشي معي مثلا اجي نحكي ctrl c مثلا button is clicked i'm sorry button is clicked اوكي طبعا كيف كيف ال outlet او كيف البتن مربوط في outlet تلاعظ ان فيه زي اه زي اه زي هيك نقطة بسيطة هاي نقطة بتدلي انه هاي مربوطة في view. كيف ربطناها شفتوا كبسنا هون control وسحبناها وعملناها هون. هلأ ممكن نجي نعمل run نشوف demo ايش راح نعطينا. اوكي بتلاحظ هلأ اعطاني اكبس على change text تلاحظ هاي الكونسول خلي عينك على الكونسول. اكبس. ما بتلاحظ بتنزل click طبعلي الجملة اللي احنا عملناها فقط عندما ضغطنا على الزر. هلأ جيت حكيت لك اوكي ممتاز اه بدنا نش نعمل هيك بدنا نغير text مثلا هون احنا كنا اونلود نغير بدي اذا نغير label عند عملية النقر على الزر. فبدي اعمل cut احدد control x او command x. بعدين اجي هون command v. الصق العبارة هاي. فراح احنا يختلف. احنا نكون بعملية تغيير text عند عملية النقر وليس عند عملية loading. فتلاحظ هون text حاليا انكاريمي.com لما تيجي تكبس على change text تلاحظ انه غيرنا الى beats shop. فهيك احنا ضفنا خاصية التفاعلية على button. طبعا في هذا الدرس شفنا كيف نضيف button على outlet كيف نضيف ال label على outlet. تعملها مع اه ال ip outlet ازا اه اه هو ال ui element وتعملها معها ازا او اوتلت طبعا وتعملها معها ازا اكشن. فالaction زي button. الاوتلت زي انه نوخ ال reference نوخ ال reference على التكست. طبعا ايش ما يعني في نوخ ال reference؟ طبعا نوخ ال reference او take a reference هاي يعني مصطلح شائع عند المطورين و المبرمجين. انه امسكها في الكود يعني صار عندي موجودة عشان اقدر غير عليها. هاي معناها اوخذ عليها reference. فانحنا لما نيجي عرفنا ال label as an outlet. هاي معناه ان اخذنا عليها reference موجود عنه هون. فممكن بساطة جدا تيجي تحكي label one the text وتعطي equal. مساوى على قيمة البدكية. string البدكية. بعض الشكل. في الدرس القادم سنقوم بعمل مشروع خاص بهذا القسم. ونقوم بعمل حاسب. الى حاسبة. لكن هذه الى الحاسبة ستكون خاصة بالبيتزا. على سبيل مثال اذا كان عندك ثلاث اشخاص. ما هو حجم البيتزا المناسب الذي يلائم هؤلاء الثلاث اشخاص. او اذا كان عندك شخص واحد شخصين عشرين شخص. ما هو عدد البيتزا التي يمكنهم ان يطلبوها من البيتزا شاب الموجود عندنا. فهذا التطبيق سنقوم بعمله في الدرس القادم. بشكركم مصدقائي للمتابعة. لا تنسوا تجربة والتغيير قليلا على ما تعلمناه في هذا الدرس. حاولوا الممارسة وتغيير اضافة جديد ووضع المزيد من الازرار ووضع العديد من الصور. ولا تنسوا مشاركة اعمالكم معنا في الدورة. بشكركم مرة اخرى للمتابعة. ونراكم ان شاء الله على خير في الدرس القادم دائما وابدا معكم. احمد ناصر من احمد ناصر من الناس.